الإصلاح العسكري هو عملية ليست قصيرة ولا تتطلب التعجل عملية تحتاج حتى نضع الأمور في النصاب الصحيح ونضمن أن هذه القوات العسكرية أو القوات الأمنية قوات محترفة مطلوب جهد كبير جهد يشارك فيه جميع السودانين نحن لا نريد أن نقص المدنيين من المشاركة في إدلاب رأيهم في مستقبل القوات هذه القوات قوات الشعب المسلح لذلك رأينا جميعا تمكننا من أن نضع الطريق والإطار الصحيح الذي يحافظ على هذه القوات ويحافظ على وحدتها يحافظ على ثماسوكا ويمنعها من الاستغلال السياسي أو الاستغلال قواتها لخدمة أجندة سياسية